ولد جهباز شريف 72 عاماً في كنف عائلة ثرية لكنه على غرار أخيه شق طريقه في عالم السياسة بدلاً من إدارة أعمال العائلة حيث تخرج من الكلية الحكومية في العهور وبدأ حياته المهنية في الخدمة العامة رئيساً لغرفة تجارة وصناعة العهور عام 1985 ثم انضم إلى المجال السياسي على خطى شقيقه لأكبر نواس شريف وتم انتخابه لأول مرة لعضوية جمعية البنجاب عام 1988 كما انتخب أيضاً عضواً في الجمعية الوطنية الباكستانية خلال الفترة الممتدة بين 1990 و 1993 ثم عضواً في جمعية البنجاب عام 1993 عندما شغل منصب زعيم المعارضة حتى عام 1996 وفي عام 1997 أصبح عضواً في جمعية البنجاب للمرة الثالثة وانتخب أيضاً رئيساً للوزراء بالإقليم وشملت مسيرته سنوات من النفي قضاها في السعودية عقب انقلاب عسكري أطاح بحكومة شقيقه عام 1999 كما واجه مع نجله حمزة تهماً تتعلق بفساد مالي وعند إقالة أخيه نواز من منصبه عام 2017 بتهم فساد كانت شريف أحد المرشحين لخلافته لكنه خسر انتخابات 2018 أمام عمران خان ومنذ ذلك الحين شغل تهباز منصب زعيم المعارضة ورئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وفي ديسمبر 2019 جمد ديوان محاسبة باكستان 23 عقاراً باسمه كما ألقي القبض عليه بتهمة التورط بغسل حوالي 40 مليون دولار في 2020 في مخططين شارك فيه مقربون من العائلة ليتم إطلاق صراحه بكفالة في أفريل 2021